فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط يعني رسول الله ما عملش كدة على الترابيس عمره ما عمل كدة عمره ما عمل كدة حضرة النبي فرسول الله عليه وسلم ما ضرب شيئاً قط لا خادماً له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئاً إلا أن يجاهد في سبيل الله يعني تخيلوا حضرة النبي بفسرين القرآن بيقول لنا إيه او حد فيكم يبقى عنيف مع اي حاجة وخاصة البناء دمين فييجي واحد يقولك ايه انا بامارس الضرب باسم الشرع هذا كلام فارغ فعشان كده ايه لازم نقفل الباب العنف ده بالضبط والمفتاح العنف العنف ليس له سند من الشرع ابدا فرسول الله صلى الله عليه وسلم مضربش اي حاجة ولا كسر اي حاجة بيده ده سيدنا انس بيقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي اف انقط ولا قال لي شي انفعلت لي ما فعلت ولا لي شي انتركت لي ما تركت ويقول صلى الله عليه وسلم بيابي وامي ما كان الرفق في شيء الا زانة وما نزع من شيء الا شانة ففي بعض الناس بقى يقولك يقولك ايه انا مش انا مش رايح لرشاد الزواج ولا هسأل حدي ساعدني اطبق شعر ربنا ازاي هو ايه اللي حاصل انا عوعزها وبسرعة هي مش هتقبل الوعز وبعد كده اللي حاصل ننتقل لمن سألت الضرب اه انت عايز تنفذ انتقام وشيء من السوء في قلبك عشان توصل لمرحلة ده مرحلة الضرب لانه طبعا بيقولك ان الهاجر ده هيكون ساعة ولا اتنين فالتفسير حقيقي القرآن هو حياة رسول الله انه نستطيع ان حياة رسول الله بتقول لا للعنف ما فيش عنف ما بين الاهل وعشان كده الدليل الرشادي للأزواج هو ما فعله رسول الله سلم معه مع زوجاته صلى الله عليه وسلم والدليل الرشادي للأزواج هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى احنا عندنا حاجة في الاسلام مهمة جدا وهي اننا بنقدم الاشياء باثرها فكل ما الاثر كبر كل ما الجريمة كبرت يعني لما نعمل حاجة الحاجة دي بتبقى اكسر اسما واكسر خطرا لما اثرها بيكون سيء زي الخمر كده ام الكباء انه بتكون حالة من حالات المتوالية في ارتكاب الزنوب والفواحش فلو بصنا على العنف بقاها هنلاقي الشخص اللي بتعرب للعنف ده يهدم نفسيا ثم يربي انسانا محطم نفسيا وشوف بقى الدوائر اللي حوالينا بقى من التفكك الأسري وإيجاد شخص غير واثق من نفسه وشخص عنده ترومة في اي وقت ممكن تخرج منه حاجة لدرجة ان انا بشوف بعض الأحيين في جلسات الإرشاد الزواجي واحد مش قادر يحب مش قادر تخيل تخيلوا حضراتكم مش قادر يحب عشان مورس مع العنف طب هو مش قادر يحب ليه لان حصلت له معادلة كده ديقول إذا كان أحب الناس إلي هم اللي ربوني أزوني ومرسوا معي العنف والعنف ده ساب فيها جراحة عميقة في نفسي وأزى يبقى أنا أحب ناس تنيني إزاي فمش قادر يكون إلا إنسان عنيف شوفوا حضراتكم البنات وهي بتعزف عن الزواج مش عاز تتجاوز مش عاز تتجاوز ليه؟ عشان العملوا فيها أبوها من ضربوا ليها وأزى وأزى أمها على فكرة ساعات ما بيبقاش أزاها هي بس حتى ممكن يكون أزيته لأمها إيه اللي حاصل؟ طبعا أنا لو ضربني جوزي أنا مش هسكت ويبقى جوزي هيكون أرحم علي ليه من أبويا اللي ضربني أو جوزي ما هو يبقى نسخة من أبويا اللي ضرب أمي كل دي أثار عنيفة وأثار سلبية بتبين لك الأثار الوخيمة للعنف والضرب لأن العنف على فكرة كمان بيحصل بأزا نفسي من خلال الكلمات والإهانات برضو فالكلمات برضو ممكن تجرح وتكسر إنسان وما نقدرش نصلح فيه أي حاجة تاني أنت فاكر نفسك مين أنت حاجة ما تسويش فيفضل طول حياته حاس أنه ما يسويش ولما يتعامل مع زوجته يتعامل على أن هي شايفة ما يسويش فلازم يوريها أنه يسوي وهي تحس أنها أنت فاكر نفسك إيه أنت لا حلوة ولا أنت زكية ولا أي حاجة فتتعامل مع الناس إيه اللي حصل إن هي دايما عايز تثبيت لهم إن هي حلوة وزكية وتمارس العنف مع أي حد ولو هيعمل إشارة بسيطة لأي سلك عريان عندها أي سلك عريان عندها هني جرح عندها وتعالوا بقى نشوف الموروس الثقافي بيعمل إيه فينا أنتوا عارفين أنه بحب جدا التراث الشعبي وبكلمكم كتير عنه بس في بعض الأحيان بقى التراث الشعبي بيبقى عنده شوية حاجات أنا آسف يعني تجيب الضغط والسكر وتفع المرارة